اول حاجة كده night of cups تدا night of cups رومانسية في الهوى الحوت رومانسي وهادي وحابج احساسه رومانسية ده ويعني مستمتع دي حبه سوري ناسم حبه في حساسية كده ورقيق كده ويعني حاجة جنتي جنتي خالص ace of cups كمان بصوا في الميت الكبريات دي بقى صحوة مشاعر بقى صحوة مشاعر بتسحى كده ممكن تكون علاقة جديدة او طفلة جديدة دي علاقة جديدة الحوت اللي لسه اللي مش مرتبط الشهر ده بصوا انا متأكده بإذن الله في حاجة خلص في علاقة جديدة الحوت اللي في علاقة يعني الحمد لله يعني كمان جات وعصافير بتطير وحاجة ما شاء الله ما فيش احلى من كده إحتفال شكل العلاقة في جديدة الجديدة إختفال مختوبة بإذن الله الحوت اللي مرتبطين في هما يعني ممكن يكونوا برضو يحتفلوا بحاجة او فيه أجازة فرعين أجازة طيب تعالي يالي في الشمس بتقول لنا ان الحود الشهر ده عندي ماجاح عنده سعادة داخلية مش عابل سببها ايه يعني هو ما يكونش في حاجة اتغيارك هو ممكن يكونش في اي حاجة اتغيارك وهو فعلا مش هتغيارك يعني لكن هو عنده احساس بالسعادة عنده احساس بالامان وان الدنيا قدامه واضحة مفيش عنده حاجة مستخبية يعني كل الامور قدامه واضحة ومبهجة كده ومستمتع بوقته ومستمتع بحياته يعني حاجة بجد ماشاء الله والحود بقى يا سلام عليهم لما يستمتع اه انا بنضم الكارت ده دلوقتي الحود متوجه نحو الدين حابب يقرب من ربنا حابب يعمل شوية عبادات اه يعني عايز عايز يعمل حاجة لربنا بيطلع حاجات لله عايز يعمل حاجة لربنا اه وممكن يكون زواج الحود معاه مبلغ من المال ومحتار يعمل في ايه انا المبلغ ده قليل وهو مش عارف يعمل بي ايه لانه لسه ما وصلش اللي هو محتاجه فمحتار اه لو دي الكيس استنى شوية يحود وجمع معلومات تشوف اولويات اه او هو من عايز اجيب حاجة ومعه اهش فلوسها فا بيضاب من عايز بيفكر حيدبرها منين؟ اه طيب اه اه في بقى حاجة لما بيتكلم بقى بيدي يتكلم في شغل الحود. اه من ناحية مشاعر وجانبان ما فيه ما بيهزرش في الشغل. بيتكلم بجد. اه بياخد قرارات اه مهمة وقرارات اه صارمة. يعني الحود مسيطر في عمله. يعني هو دلوقتي في مرحلة الشغل لما بيجي بقى بنتكلم في الشغل. لا هو ما بيهزرش بقى في الشغل دلوقتي وبياخد قرارات مهمة. وزي ما انتم شايفين كده القاعدة بتاعته والبادي لانجوج بتاعته عاملة ازاي? لا مسيطر. مسيطر. تمام. فرص جديدة يحود بديلك وانت بتحسن استغلالها. كرت اسفر منور. كرت السحر. انت قادر يحود انك تحول اي شيء اه مش حل لشيء جميل. اي شيء مالوش فايدة لحاجة لها فايدة. انت عندك التالنتين. اه وحت حتتميز بالموضوع ده جدا الشهر ده. وهتبتدي تبع الساحر. معاك عصى سحرية. معاك كل حاجة. معاك الكباية ومعاك العصى ومعاك السيف. معاك كل حاجة. خبر حلو بسم الله ما شاء الله خبر حلو حيرفع من حالتك المعنوية جدا. واعد مستميه بقى لك شوية. واللي هو ايه بسس للسامة كده ويعني فيش بعد كده. بسم الله ما شاء الله. عايز تقوم بخطوة. انتو كترتوا ليه كده النهاردة. عايز تعمل خطوة بس ازا عما تفكر التورا بتاعتها يا ترى هيحصل ايه? الكارت ده برضو بيقول لك جمع معلومات. جمع معلومات. يعني ما تتصرعش وجمع معلومات. بلاش احساس الفرحة اللي عندك والثقة بالنفس اللي عندك دي تخليك تاخد خطوات متسرعة. ممكن تيجي معاك بالعكس. استنى شوي. مساء الفل يا مونيرة اهلا بيكي. اهلا بيكي. حلخص القرية. الحوت في عنده احساس بالرومانسية ما شاء الله. ويعني. لا احساسه مرهب. هو في الطبيعي بتاعه احساسه مرهب. بس ممكن احساسه مرهب بالزيادة شوية الوقت ده. علاقة جديدة ما شاء الله. او ممكن يكون مولود جديد للحوت. المهم انه بازم الله ما شاء الله في الحوت قلبه فرحان. من جواد فعلا فرحان. اه وفيه احتفال كمان. اه ده خطوبة للناس اللي لسه على وشك في خطوبة العلاقة دي شكلها تقلي بخطوبة. الناس اللي مرتبطين هيحتفنوا بحاجة او طلعين اجازة. فيه شمس الصحة ما شاء الله حلوة جدا يا حوت الوقت ده. اه وفيه نجاح وفيه سعادة وفيه امان بسم الله ما شاء الله. اه فيه هنا التوجه نحو الدين. تقريبا الحوت بيشكر ربنا على الحاجات الحلوة اللي عملت دي له دي. وعايز يعمل حاجة ويشكر ربنا فابتدى يعمل عبادات. انا الاحساس ده جايلي ويقاله فترة فعلا ويعني عايز اعمل اي حاجة عايز اقول ربنا شكرا بجد. بس احنا بنقول شكرا طبعا بالحمد لله وبعبادات. فعن عايز يقرب من ربنا. فيه هنا مبلغ نالي انت محتار يا اما اتدبروا مني لان ما تعمل بيه ايه. استنى يا حوت وشوف اولوياتك. في الشغل ما شاء الله مسيطر بتاخد قرارات مهمة عقلك ذهنك صاحي. يقز. اه مفيش بعد كده يعني فش حد يعدل يعدل عليك. والله يا بيب بقى يعني مش عارفة. ممكن المجموع دي مش ماشية معيك. استني شوي. اه السحر فرص كتيره بتديلك يا حوت وانت قادر تستغللها كلها. وتقلب اي حاجة ضدك تقلبها لسالحك. اه خبر حلو كان مستنيه الحوت وان شاء الله جايله الفترة دي هيزيد وسعادة وسيقل بالنفس. وااااا. يعني لدنيا مش سيعان. بسم الله ما شاء الله. خطوة هو على وشك ان هو يعملها بس عمال يفكر ايه التوابع بتاعتها اه هتأثر عليه بايه? اه يحوض جمع معلومات واستنى شوية. اه يعني ده لاش تسأل قلبك لفترة دي لان قلبك ما شاء الله والحمد لله يا رب دايما سعيد. فحيصور لك دايما ان الدنيا حلوة قوي. اه اعمل اعمل. عشان انت حالتك دلوقتي كويسة. اه استنى لو انت علواش تاخد قرار مهم. اه يعني تقنى شوية. تقنى شوية. انا مش قدش قراءة بالحلوة دي. باذن الله يا لطيفة. ممكن ان ترحلين ان شاء الله ترحل قريب جدا. سلمة انت الوحشاني جدا. وحوض زيك وماملتي وقراءة ما شاء الله تحفظ جد. يا حجرة قلية شايفين الحتان وحلواتهم. يعني ده بقراءة ربنا يعني ربنا يبعث لكم كل حاجة شفتها بازن الله يا رب. باشكرك يا ام خالب جدا جدا. انا حتيا واتمنى افرح ان شاء الله. لا بازن الله يا زهرة. يا ربي خليك يا مارو. صحيح. تمام يا رمضان كويس جدا. الله الله الله. بسم الله ما شاء الله. في مضموعة اثمان مقراءة مجالية. حاضر يا جهات بازن الله. الابنان سيشوفو دلوقتي اكثر حد عمل شير ونسو الله حنقرارونا. ولكن باشكرك جدا يا خالد. شكرا 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 شكرا. نشوف الحالة عاطفية مع اني يعني اعتقد انه اغلبية ان الحوت حالة هون كويسة. بس تعال نشوف برضو الحالة عاطفية عشان نبقى غطينا. الحوت مظبوط. اكيد مش كل الناس بحالة الفضيعة دي. ايوة اهو اهو اهو. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا حول ولقوت الا بالله العليل العظيم. اهو. طيب. بصوا يا حوت. واضح ان القراءة دي اللي كانت العامة دي كانت للناس اللي في علاقة جيدة. خينا نتكلم مع الناس بقى اللي في علاقة قرية. مشي. العفو. العفو حزي مش باني دي قسمي. الحوت عايز ايه. اما خايف من شريكه. او هو اه خايف من حاجة تخص شريكه. اه نفسه يتحرر يعني هو نفسه يتحرر. لا هو فعلا نفسه يتحرر. هو حاسس انه هو مربوط بسلاسل. مش عارف يبدعني الشريك. مهما كان بقى الشريك كويس او وحش فهو مش عارف يبدعني. اه وصل ان هو حاس ان هو قد من الشريكه ده ومش قادر يبدعني. اه بس يا حوت انت مش مربوط بسلاسل ولا حاجة. لو انت شايف ان العلاقة اه مش تمام بالنسبالك فانت ممكن تبعد على تكره عادي سلاسل مفتوكه. اه او ممكن يكون الحوت عنده حسد. الفات في الشيطان. اه اما هي مخاوف والحوت محتاج حاسس ان هو عايز يتحرك وياخد خطوه بس حاسس ان هما تكتفت ومتربط. اه او زي ما قلنا انه ممكن يكون في حسد. شايفش ايه كو ازاي. معرفش بيتكبر عليه. ممكن يكون بيتكبر عليه. شايف نفسه عليه. اه لما بيعمل الحاجة بيعمل هالو وهو ايه. خد ما تقرقنيش. عارفيني هو خد خلصني من ذنبك. كأنك تشهت مني. فاهم قصلي. اه. الطاقة. الطاقة فيها جمود. حالة جمود. مفيش حركة. لا انت ولا شيك بتتحركوا. اه. الشريك عايز ايه? اه. الشريك اما ان هو لو فرضنا ان الشريك رجل فهو عايز اه الانسة بمعنى الانسة. اه ممكن يكون عايز حمل تاني ان يجي بابي تاني. اه ممكن يكون عايز حب غير مشروط يعني. بس انا اعتقد يا حوت ان انت بتلبي الحاجات دي كلها. اه. يمكن الشريك حسس ان هو مش مكتفي. ان اللي انت بتعمله ده بالنسبة له مش كافي. اه. اه. نفسه في ايه? انا مش فاهمة هو ايه نفسه يملك العالم ولا ايه? ايه الموضوع يعني هو عايز قوة غير طبعية عايز يكون ليه عليك سيطرة وسلطة مطلقة. يعني ما فيهاش بدال. شايفك ازاي? شايفك اه مركز في حاجة قوي قوي. محتمى بحاجة جميل جدا. ومهمل لحاجة تانية مش مديها نفس الاهتمام. يمكن ده يكون الشريك يعني انت يمكن تكون مركز في حاجة تانية حوت وهاب الشريكة. راجع نفسك يعني انا بفكر معاك بصوت عالي. يمكن يكون ده اه هامله ومركز بحاجة تانية. اللي بيحصل دلوقتي فيه طاقة ظلم. فيه حد وقع عليه ظلم. الحوت اه ابتكر ان الحوت اللي وقع عليه الظلم حس انه هو الظلم. اه وان شريكه بيفتري عليه او اه يعني بيتلتكله. فيه حاجة مش مزبوطة يعني. بعدين شايف حالة اعتمادة على النفس. اه بمعنى انه طبعا مش هياخد مش عايز تديني مشاعر مش عايز منك مشاعر خلاص. اه شكرا اه او ممكن تكون اعتمادة على النفس حتى من الحالة المادية. بعدين الموضوع هيبقى متقلب يعني طالع ان يازل شوية يبقى كويس وشوية طبعا دي مجموعة من الحوت. مش مش بطلة خالص. اه شكرا يا ننوسة. مرسيحة ببطي قوي على نصيحة الحدوية. بس انا شايفة برضو ان فيه مجموعة الحالة العاطفية عندها كويسة جدا بس اعتقد انا منت اكتر ان دول يكونوا علاقتهم جديدة. خلينا لخص الاريه بسرعة. الحوت محتاج يتحرك عايز يبعد او عايز حايز يعمل اي خطوة. هو خايف مش عارف ياخد اي خطوة. حاس ان هو متكتف بسلاسل. شايفش ديكو ازاي بيجب عليه. يعني مش بيقول مش بيديلو الحاجة بنفس. ومش يعني عارف لو خد وخلاص وخلاصني. الطاقة ما بينكم فيها جمود. حالة جمود. مفيش حركة خوالص. كل واحد سابق مكانا. ينتقدني على طول. لا 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 بقولي كيف ينتقدك على طول ده ده انا عادي. ده الرجل مصري قصيل لازم ينتقدك ما هيعمل ايه؟ هيساني وقته في ايه؟ الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز شكل الانسة اللي هو زياني بيقول الكتاب. او حب غير مشروط او مولود جديد زي ما قلنا. نفسه يوصل لمرحلة من السيطرة عليك. اه او التحكم فيك المالة نهية يعني السيطرة غير طبيعية. شايفك ازاي شايفك مركز مع حاجة على حساب حاجة تانية. الحوت حاسس بظلم ووقع عليه. ابتدى يعتمد على نفسه. اه ماديا او او عاطفيا. اه بعدين في حالة عدم استقرار في العلاقة شوية. شوية كويسة وشوية ورشة. دي الحالة العاطفية بتاعت المجموعة الاولى. صح جدا. كلما اكسحوا انا وجوزي فيه دموت فعلا. تبقى نحوط وحوط كده برضو. كده برضو يهيبى نفس الموضوع. يعني اكيد فيه واحد فيك هو واقع في المنطقة دي. يا انجل بشكرك يروح قلبي انه وراني انت واهل الجزائر. يا حبيت يا شايمة رباني خليكي بيعنيك اللي حليميني يروحي بس. مش اكتر من كده. يا فاتل بس دي حبيلة قلبي. بشكرك جدا. بس انا مش حارف اقولك اسمه اين. يعني انا عملتهم نفسي في البيت اسمها ثلاثة. واسمه فجبا اشقر رمادي. بس لي ما قلتلكم. سوريا ولاية حنتكلم في حاجة بخصوص الصبغات. اللون بيتقصر باللون الاساسي اللي تحت. يعني لازم يبقى اللون بتحت فاتح علشان تصيل الدرجة اللي انت بيجيليها بالزبط. يا هد انا بعمل فيكي. نفوق الجمود ازاي. حلو السؤال ده يا مايا. نفوق الجمود ازاي. نفوق الجمود ازاي. نفرفش. نفرفش شوية. يعني. مش عارف اقولها لكم ازاي. يعني. نفرفش شوية. يعني. حول التالي. الدحكة يا جماعة. الدحكة لما بيقفل بيت الصراحة. بيغير الموت. يعني انا مقتنعة بحاجة. ان حتى الامهات. ما تسعيش انت تكوني. ام. 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 ولادك مضاف. ولادك صحيين. ولادك برياضيين. ولادك شطار في المدرسة. ولادك. ولادك كلك. واحدة عمالك. وكل ده بضغط. بقى تضغطي على نفسي. وبضغطي عيواتي. عشان عايزاهم يبقوا. بيتك زي الفل. اكليك زي الفل. كل الحاجات دي زي فل. كل حاجة. ستار ستار ستار. ام. مش. انت عامل النبوض رهيب. لكن مش سعيد. في. يعني بيقولك. انا مثلا عندي انا كنت ماشي بالسيستم. درس الحمد الله زبطت من نفسي. المهم يكون البيت سعيد. مش لازم يكون نظيف. مش لازم الاكل يكون مية مية. مش لازم الولاد تبقى مابطاع الكتب. المهم يكونوا سعادة. فاتحكوا. اتحكوا مع بعض. وخد الدنيا ببساطة. وانشروا البحجة كده في البيت. هتبقى الدنيا والله هي احلى كتير. ما تريقيش نفسك اقصد. انك توصلي مرحلة الكمال في الزوجية او في الامومة. اسعدي اسرتك. بس. دي هتكون احلى بكتير. وفي لها ذكريات كمال ما بيكبروا. ذكرياتها احلى بكتير. تعال نشوف بقى المجموعة التانية. اهلا بيك يا محمد. نورنا. اهلا بيك يا محمد. يا حياتي. يا حياتي انا. انا بجد فيه احد بيفرح المشبهي. يعني. ده حلم يا ماما انت بتحكي عن حلم. اه. ثنانية ملوس. ما شالك بس كيه زي ما بيقى علي. احنا الاتنين من بره هو جادي. اه طيب من بره تكتفوا بقى. حاجة من بره ولا بيزعلك ولا حاجة. ربنا ايه هنيكوا ببعد حبيبي. تكتفوا ووقفوا جنب بعض. وان شاء الله تعديوا الموضوع ده. دي كله انا اكسح وطوص انا ما استحنى بحسب والمالس كل حاجة. بشكرك يوم ميد وقوي قوي. طيب يا انا ناخد بقى المجموعة التانية. انا منطبق عليها الاولى على فكرة. هنالقول المطبقة عليها جدا. اه المبعد تانية تتدي من واحد لحد عشرة مالس. به سكتر. م RESULU sh Rice لا 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 معقول. معقول. لا مصدقش. لا والله. لا 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 لا. لا الحوت اللي يا جماعة بصوا عمليا وفي الحياة يعني لا بسم الله زي المجموعة الاولى برضو فرص الحوت بيحول الرمل الذهب يعني حاجة ما حسبتش. عنده كمان طاقة من الثقة بالنفس والانش حاجة ما عرفش عاملها. بصوا الكلمة دي مفيش حاجة ما عرفش عاملها. ايد في الارض وايد في السماء. معايا كل حاجة. معايا كوبايت. يعني معايا العقب. معايا العب طرفة. معايا كل الامكانيات اللي انا محتاجة. وهعرف استخدمها ووظفها كويس. وهعرف استغل لكل الفرص اللي بتجيلي لصالحي. ماشاء الله. خبر حلو برضو. خبر حلو للحوت. كان برضو مستنيه. حاجة حلوة كان مستنيها. في هنا عمل جديد للحوت. الناس اللي ما بتشتغلش. في عمل جديد. الناس اللي بتشتغل ممكن يكون عندها زي التدريب. او هيغيروا يروحوا من دي بارتمنت. دي بارتمنت تانية. اه. وشكلها كده فيها ترقية. اه. او الله يشكلها فيها ترقية. في هنا علو شأن للحوت دي على درجة. الناس بتهمين. اه. في حالة فخر وسعادة. ويعني بسم الله. ما شاء الله. موسيقى